أيها الأخوة المواطنون ونحن في هذا الموقف الإيماني العراقي العربي الإسلامي الإنساني الكبير فصراحة الأهل لا يشكرون بعضهم ونحن نثق بأن شعبنا في فلسطين وأهلنا في غزة الصمود لا يشكروننا كعراقيين وإنما يكبرون فينا أننا نتقاسم معهم رغيف الخبز برغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي مررنا بها في العشرين سنة الماضية ومن قبلها سنوات الحصار الظالم لكننا نقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل فنحن نيابة عن كل أهلنا العرب من خلال برنامج ستوديو 12 بودكاست نقول شكرا وبوركتم سماحة السيد القائد مقتد الصدر عزكم الله على هذه الحملة الإيمانية الكريمة لدعم أهلنا في فلسطين في غزة الصمود ونقول أيضا بوركتم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أعزكم الله وقيادة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي نفتخر بها وبمواقفها وكما قال الأخ الشيخ سماحة الشيخ حسن العداري العراق والأردن بلد واحد وشعب واحد بإذن الله تعالى شكرا شكرا